لسه كنا بنتكلم عن الهواتف المحمولة ومنتكلم على إزاي ممكن يكون لها تأثير سلبي النهاردة أعلنت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني ضبط طالبة قامت بالغش الإلكتروني أثناء تقديد امتحان السنوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول تم على الفور التحفز على جهاز الهاتف المحمول المستخدم وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حية لها الحقيقة الخبر يعني مزعج من أكتر من حاجة مزعج كمان من يعني أنه طالبة وأنه هي دخلة وعملة كل هذه محاولات الغش وفي النهاية تغش بالطريقة دي يعني هي فكرة الغش نفسها لازم نتكلم فيها الأسرة تتكلم فيها مدرسة تتكلم فيها والأسرة أكتر لأنه لازم نربي ولدنا بأنه الغش ده يعني أنت طب يعني استفدت إيه؟ يعني هي فكرة أن أنا أنسخ من أي حاجة وبعين بالتالي الغش ده عمل زي السرقة فعني مش معنى أن أنا غشيت سؤال ولا سؤالين ولا تلاتة أو الامتحان كله أن أنا شاطر بقى وقدرت يعني أضحك على المرائب وأضحك على العالم كله وبأنا فبنتوا شايفين الصورة الطالبة وهي بتصور بالموبايل هي دي كمان الاستخدامات وواضح يعني أن هي حتى عندها من الجرأة الشديدة داخل اللجنة ولا فيه احترام للجنة وفيه طلاب وراها يعني دي رفع الموبايل وبتصور وطبعا بتبعتها عشان حد يرد عليها بالإجابة يعني ده مش معقول يعني وأنا ببقى حزينة جدا لأنه الطالبات الحقيقة وبالذات يعني بيبزلوا مجهود وشاطرين وبطلعهم الأوائل فالتالي الحقيقة يعني رمز سيء جدا ويعني ربما الواقع دي يعني تكون درس كبير جدا لأنه هيكون عندها تحقيقات كتيرة لأنه فيه قانون الحقيقة حيال الغش فيعني تكون يعني درس وإن كان عقابه حيكون شديد جدا بس حيبقى درس عمر يعني لأنه الغش مش حاجة سهلة أبدا طيب ترجمة نانسي قنقر